لن تستطع النائبة البرلمانية أن تتجاوز الأمر الكبير الذي تعرض له اللبن فقررت أن تستغل سلطاتها لتقوم بخطة محكمة نجحت من خلالها في أن تأخذ حقه بالكامل لكن ما فعلته أثار الردود أفعال واسعة في الأردن فما القصة؟ وريزة الأمن تفوز في النهاية بتلك الجملة علق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الموقف غير المتوقع الذي قامت به النائبة البرلمانية لأخذ حق اللبن الذي تعرض لأمر مشين البداية كانت من النائبة السابقة مياد شرين والتي تفاجأت في أحد الأيام بتعرض أحد الطلاب لاعتداء مبرح من زملائه في أحدى المدارس الحكومية مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة وهو الأمر الذي أثار استياء النائبة التي يبدو أن لسان حالها حينها قال هذه الفرصة لاسترداد حق الطالب وتسرى النظر التي تقلل من دور المرأة في المجتمع على إثر ذلك قررت تلك النائبة أن تدخذ الإجراءات مناسبة وفقا للقانون وكذلك العرف لتقوم وفقا لذلك بأمر اعتبر من النوادر في الأردن وبسبب ذلك تصدرت مياد شرين تريندا على مواقع تواصل اجتماعي حيث فاجأت الجميع بأنها ترأست جاهة عشائرية بين ثلاث عشائر في الأردن لتتوسط جلسة صلح ونشرت النائبة مياد شرين صور الجاهة عبر حسابها على موقع فيسبوك لمعرضها لانتقادات بالغة من الكثيرين ممن وصفوا ما فعلته بخرق العادات والتقاليد الأردنية التي تقضي بقيام الرجال بهذه الأمور ولا يمكن للنساء التدخل فيها بينما أيد البعض ما فعلته ودافعت النائبة الأردنية عن تصرفها الذي يرجع إلى اللجوء سيدة إليها بعدما تم الاعتداء عن نجلها لذلك قررت النائبة أن تحضر بنفسها من أجل فض النزاع والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف حيث أن والدة معتدى عليه تطالب بحق نها والمشتكى عليهم ثلاثة أحداث وطلبة توجيهي داخل القفص منذ شهرين من قبل نعقاد الجاهة وبسبب شجاعتها الشديدة وقدرتها على الوصول لحلول ترضي الجميع نجحت النائبة في حل الخلاف حيث وجهت الشكرى لكل كبار العشائر والمسؤولين الذين ساعدوها في حل الخلاف وكذلك ساعدوا في إنجاح مهمتها في أن تكون أول أردنية تدخل جاهة وتستطيع أن تثبت أن الأردنيات قادرات على تحقيق ما يمكن للرجال أن يفعلوه ليس هذا فحسب بل أشارت شريم إلى أنها ستترأس جاهة أخرى في المستقبل وستواصل أعمالها ولن تكون المرة الأولى أو الأخيرة لها فما رأيك في مشاركة النائبة البرلمانية في الجاهة هل خالفت العرف أم أثبتت جدارتها